ناقشت لجنة التعويضات بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها بمدينة سيئون في محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مدريات الوادي والصحراء عامر العامري عددا من القضايا المتعلقة بالتعويضات الخاصة بعمليات المسح السيزمي الثلاثي الأبعاد بشركة كالفالي النفطية واستعرضت اللجنة في الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي أسس ومعايير التعويضات بما يضمن حصول المتضررين على تعويضاتهم الكاملة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص وبما يتناسب مع المعطيات الحالية بحسب الكلفة والموقع الجغرافي وأكد الاجتماع على ضرورة التزام الشركات النفطية العاملة بتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية لمناطق الامتياز بما يسهم في تعزيز الثقة والتعاون بين الشركة والمواطنين